مساء الخير على الجميع عندنا صورة نحتاج نعدلها إلى أربعة في ستة بحيث أنها مقاس مطلوب نروح للستوديو أو إلى الصور في الأندرويد أو في الآيفون الآن نشرح نطريق الآيفون نختار الصورة المراد تعديل نفترض أن هذه الصورة نحتاج نعدلها هذه الصورة نحتاج أخليها أربعة في ستة تمام؟ أروح عند نقطة تحرير فوق على الإسار ونفس الشيء في الأندرويد تقريباً موجود كلمة تحرير أو تعديل ضغطنا عليها الآن لما تنفتح الشاشة الرئيسية حق التعديل بدون أي برنامج أروح تحت في النص علامة يعني علامة كان مربع متقارب تشوفونا تحت في الوسط على أول وحدة نضغط عليه اللي هو تعديل الصورة هذا معروف أن هذا تعديل حجم الصورة أو أن نخلي الصورة ندورها يعني يمين أو يسار علامة التدوير نضغطنا عليها الآن في تحكم تشوفونا على اليمين نقلبها يمين أو ندورها ما لنا فين نروح للجهة المقابلة على اليسار ثلاث نقاط ثم القلم ثم عندنا علامة تغيير الحجم نضغط عليه حلو الآن نجي عندنا التعديل نروح إلى اثنين مقابل ثلاثة أول واحدة شوفوها هذه اثنين في ثلاثة معناها الصورة أربعة في ستة الآن لاحظوا الصورة انضغطت صارت بالمقاس اللي نحن نبيه طيب نفترض أن أنا طبعا لاحظة الصورة بالطول ما أعطيني الصورة بالطول أو بالعرض أنا أختار طول إذا أنت تحتاج الله عافيك أنه في أشياء ما تحتاجه في الصورة تبتتكبر صورتك تبتتخليه واضحة وعندنا الآن مثال أنه في مكتوب شللات استوباخ كلا أنا بنوخر نقوم نتحكم بالصورة بالمزاج اللي نتبيه الأربعة في ستة ثابت ولكن الصورة اللي تتحكم فيه على كيفك تبه هذا يطلع تبه هذا يختفي ها الآن صار كذا خلاص الصورة لأنه نعطي حفظ طبعا هذه صارت الآن عندنا نسخة أربعة في ستة جاهزة للطباعة تحياتي لكم أخوكم مفاهد لأنه أخذ الأحسان